موسيقى مساء الخير أهلاً وسهلاً بحلقة جديدة من برنامج المشهد على البي بي سي المشهد الليلة مع من سمي مؤذن الثورة كمال أبو عيت أهلاً وسهلاً أهلاً هو مناضل عمالي ناصري قوم عربي قاد مجموعة نضالات وإضربات عمالية ونقابية أشهرها اعتصام موظفي درائب العقارية أمام مجلس الوزراء هو مؤسس النقابات المستقلة للدرائب العقارية رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة هو عضو مجلس الشعب تولى منصب وزير في حكومة حازم الببلاوي نستطيع أن نقول أن مع كمال أبو عيت أهلاً سنتكلم عن المظاهرات سنتكلم ما قبل المظاهرات سنتكلم عن المناصب يعني إن كان في الوزارة أو كان في مجلس الشعب الذي دخلته على قائمة جماعة الأخوان المسلمين لم أدخل على قائمة جماعة الأخوان المسلمين كيف بقى؟ أقولي أه يعني من الناصر إلى النقيد إلى النقيد عامة ولكن هي موجودة في تاريخنا الحديث الكثير من اليساريين عملوا تحالف مع الإسلامية اللي الحكاية طيب إحنا بعد قيام الثورة ثورة 25 يناير المجيدة إحنا حصلنا كلنا سواء شعبنا أو قياداته وطلاعه حصل لها شكل من أشكال التفزيع في فزاعة الخوف من عودة النظام القديم فأي حد على خصومة مع النظام القديم الذي أسقطناه ده كان هو ده المطلوب هو الحليف أي خصوم أي حد متخصم مع الأقل إن يبقى فيه تحالف سياسي واسع مش مجرد اتجاه لو كان الناصرين وحدهم في مصر يريدوا تغيير النظام مبارك ما فلحوا لو كان اليساريين فقط ما فلحوا التحالف الواسع اللي تبدى في أشكال عديدة احنا بنشتغل في مصر منذ أيام السادات وحتى الوقت على الأشكال جابهوية واسعة قدت إن نشأت في الآخر مثلا حركة كفاية والحركة المصرية من أجل التغيير ده أشكال جمعت مش هقول جمعت فرقاء يبدو فرقاء في الموقف الأديولوجي لكن ملتقين على برنامج سياسي هذا في الثورة في الثورة بيصير فيه تحالفات بدون شك بالمناسبة وفي الاحتلال بيحصل تحالف أوسع منه كمان كان فيه تحالف آخر سيد أنا بعتبره تحالف آخر سيد هو تحالف قوة اجتماعية أيضا متعددة قوة طبقية متعددة انضمت على خط الثورة اللي تنم مع بعض شكلوا في المرحلتين في 25 يناير و30 يونيو قبل إجال الحالتين دولة كان حلف في المكونات الأربعة سواء في 25 يناير أو 30 يونيو 30 يونيو كانوا بال أو 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 آ آ آ آ 30 يونيو كانت ضد الأحزاب الدينية أنا بقولك كانت حلفا وطنيا من كان مكان الحزب الديني؟ الحزب الديني أنا أقولك أنا كان فيه بعض الرموز من الطيارة الديني كانت موجودة في 25 في 30 يوني ضد حكم الإخواني ليس حكر الطيارة الديني على الإخوان نعم فيه روافد عديدة كان فيه روافد مؤيدة لـ 30 يونيو من ترديل المهم إحنا في الثورة في 25 يناير الذي قات إليها الإخوان متأخرين بعدنا كانوا أصلا حسب الأفكار وحسب المناقشات نعم مش مع المسألة دي انضموا عليها مؤخرة كانوا أيضا أول فريق من فرق من القوى المتعددة ديت رحلت من الميدان مستعد أحكي لو برنامج يتسع أحكي لك وقاعب هنين تركوا الميدان ميدانية من على الأرض زينا ناخد تاريخ متى تركوا الميدان تركوا يوم بالزبط ما قال طلع المرحوم عمر سليمان وقال تنحي رئيس الجمهورية ابتدت الخيام اللي محسوب عليهم خرجوا من الميدان خرجوا من الميدان نعم تتفك أنا قلت الزملائي أنا كنت سواء من زملائي من سياري أو من قوى الشعب العامل اللي انضمت فلاحين وعمال اللي انضمت للثورة قلت له منستنى نقعد لماذا؟ حصل خلاف نقعد لأنه لسه مش عارفين إيه البسألة وده عيوب صورتنا العربية أني تسقط أنظمة وما بتبنيش أنظمة بديلة أنا قلت الزملائي ما نمشيش قال لا لما نتطمن على صورتنا وفعلا كان فيه فكرة تعمل اتفاق أخر أيام مبارك كانت لسه فكرة جنية كانت برلمان الزل قعدنا ببرلمان الزل وتكلمنا نرحل ولا نقعد لقيت المسألة فيه انقسام وانقسام حاد ناس الرحيل بسرعة ومشوا أصلا يعني ما نقشوش حاد خدوا بعضهم ومشوا سقط الرئيس مبارك فنحن نترو مشوا أنا بقول الإخوة مشوا واسألوهم أنا مش بتجنع وموجودين يعني والحمد لله عندهم منابر إعلامية مش موجودة عند أي حاد يعني زيهم زي النظام بتاعنا يعني أمم الأتنين ربنا يقوهم على بعض ولكن أنت قلت أنه كمان في 30 يونيو هناك قوى أخرى أخذت المظاهرات من تقصد؟ لا في البداية محدش خد حاجة نعم نحن في غض يوم 30 يونيو نعم نحن القوى الوطنية بالحشود اللي في الشارع آه أضيفت لنا قوى جديدة لحلف 25 يناير قوى جديدة أضيفت قوى زاد تعبيرات اجتماعية مختلفة ممكن قوى أيضا من النحية السياسية قوى أخرى أضيفت مثلا في هذا الأمر لكن بعد 30 يونيو انفض المولد بسرعة وانفض بطريقة يعني أكد أتصورها هازلية وكان من الممكن الاستمرار فيها الاستمرار في هذه الجبهة الوطنية العظيمة اللي شاركت واللي هي أساس أصلا الجبهة أستاذ كمان نحن أنا كان سؤالي أنه أنت دخلت دخلت ازاي بقى جينا هقول لحضرت جالت دخلت ازاي كل تكتيكات اللي انتخارات وقتها كاد بتوصل لنا والغرة عن طريق قيادات الإخوان المسلمين وبشكل من أشكال الإحاق للشعب والناس وبتاع أنه دول القوى اللي جاي دي نقطة النقطة التانية أنه ما كانش متاح على المستوى الإمكانيات المادية على الأرض الإمكانيات المادية لقوى منهكة في مظاهرات وجري ورمح وبتاع ما كانش القوى جاهزة بالقدر الكافي أنا كفرد نعم كفرد أنا يعني التقيت مع جماعة مختلفة من أجل يعني مش الجماعة دي لكن بحوارات السياسة ارتقي ساعتها تشكيل جابها بتضم 44 حزب نعم 44 حزب بالمناسبة الوفد منهم الناصري منهم الكرامة منهم هزب العمل منهم وأحزاب أخرى دي كانوا 44 كرامة الحزب لا أسستو نعم 44 حزب وأثناء المفاوضات اللي 44 تقلصوا مش عاف الـ 14 حزب والمفاوضات دي تعني مجرد أن أنا شركت في المفاوضات أنا بعتبر المسألة مش جريمة وكان على إيه على برنامج سياسي اقروه ولو كنت عرف عن ناقش النقطة دي يعني بلا ونحن ما بدأ نفوت بهذه الدفع بس كانت بلوائح لا لا على برنامج الثورة اسمه تحالف أبا أنا بعد ذلك اسمه التحالف الديمقراطي صحيح وده مقوعدي ده بالمناسبة أنا ما كان حد بيجيب سيرت أنا بالمناسبة حتى هذا التحالف الديمقراطي ببرنامج الثورة أنا رفضته وباتصالات وضغوط من أصدقائي مش ضغوط ما كانش الأمن ما كانش بيضغط ساعتها في الابتجاه نعم وضغوط أنا قابلت على مضد ونزلت ولما كان حد بيقول حزب الإخوان أنا كنت بقوله الحزب القرامة لازل أساسه جمال عبد النصر طبعا جمال عبد النصر الله يرحمه إحنا أبنائهم وأنشأناه وأنشأناه وفق أفكاره الجديدة وليتتواقم مع العصر إحنا أما دخلنا معهم على برنامج أنا بقوله هوت وأخصم بالله أنا مش بداعي بطولة أنا وغير البرنامج هو كان برنامج الصورة وهم أول من خرجوا عليه لم يلتزموا بحرف واحد فيه تمكنوا فاستفادوا أنا 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 مش نعم مش من يعني هي 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 يقف على أكساد ناس في الحالة اللي هم فيه لأ انحرفوا عن الأهداف البرنامج وباندوت حتى في أثناء المؤتمرات الانتخابية اللي كنا بنعملها المؤتمرات الانتخابية وضح ده للجمهور حتى اللي بينتخب وفي البرلمان تابعي إجراءات البرلمان شوفي مواقفنا الممثلين حزب الكرامة داخل أعطيني مشهد من البرلمان اللي أكتر من ده لو إحنا لو إحنا تحالفنا ده كان تحالف انتخابي بيحصل في أي حتة وإنتوا هنا وهناك وفي كل حتة بتعملوا هذا الكلام التحالف الانتخابي دي أنا رأي إنه نفض يوم من عقاد المجلس ليه لقينا حالة من حالات الاستحواز على لجان المجلس علما إن يعني وعندما أتوا إلى البرلمان حاولوا أن يستوعبوا كل اللجان اللي أبي اللي هي حقيقة التي تعمل في البرلمان إحنا أعلننا ساعتها موسيلي حزب الكرامة أعلنوا وقف وقف العمل في البرلمان إلى أن يتم حل مشكلة اللجان علما إن الوقف اللي إحنا تضمنا مع وقفنا فيه لا بناستفد منه شي أنا كنت قيل لجنة القوى العاملة أصلا فما أضف ليش الموقف ده حاجة أنا أو زميلي إنما فعلا تم إدخال وتمثيل من القوى المدنية ناس تخش تمسك لجان ونقلل شوية من حدة التغول أو حدة فما حدش يعيش 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 على أفانة ويقولك مش إخوانه أنا الانتخابات اللي قابليها في 2012 معنا القايمة مضطرا في 2005 كانوا بيلفوا البلاد يقولوا ما تدخنوش كمال أبو عيطا مسيح بعدما الأبرياء كانوا بيقولوا شيوعي تس جمال أنت معروف عنك النقابة والهتفات الهتفات الرائعة إن كنت معها أو مش معها من أيام كم ديفيد أعتقد أنه أنت في في هذه المظاهرات أنا بحب أن نشوف شوي من من هتفاتك موسيقى موسيقى أنت دخلت الوزارة ولكن كنت رفضت نفس الوزارة يعني كان في وزارة اللي صارت هي تصريف أعمال أو تسيير أعمال كما قيل لأحمد شفيق أنت رفضتها طلبوا منك أنك تكون تماما نفس هذه الوزارة اللي صارت مع دكتور حازم ببلاوي فيما بعد والأستاذ عدلي منصور كان رئيس الانتقالي بلت فيها اللي هي اسمها أعتقد وزارة القوى العاملة في مصر نعم لماذا أولا لماذا رفضت ولماذا قابلت لماذا رفضت وزا قابلت في الأولى ومن اتصل بك في الأولى أنا رفضت اللي كلمني ساعتها نائب رئيس الوزراء الدكتور ريحياء الجمل عليه رحمة الله نعم ولمنسبة رفضت في كلمة واحدة إزاي قلت ما ينفعش أنا قابل أنا شايف أنه دوري مع الناس يفيد البلد دي أكتر من وجودي على مقاعد الحكم غير كده أنا جاي من الميدان أنا جاي لك من الميدان كنا بنيتف بسقوط شفيق يعني معلش المسألة المسألة الشخصية صحيح كنتوا تقولوا أنه هو هذا النظام القديم النظام القديم أحد رموزه النظام القديم مثلا طب إزاي يبقى أنا أشتغل معاه أبقى تحت أمرته لا ما ينفعش إزاي وحبه هاتف يعني أنا في الشارع هاتف بسقوطه واجي أو بعدم توليبش فقلت له لا أنا أرفض الوزارة مش كشخص أنا عشان بس المسألة محدش ياخدها بشكل شخص لا كممثل للنظام كان يعمل مع رئيس طب إيجي أنا أشتغل معاه كمان لا ما ينفعش فرفضت هذا الأمر ساعتها الدكتور يحي الجمل وأدوره في القنوات والبرامج قال لهم كمارة بوعيتة قال لي عليه رحمة الله يعني أنا أفتخذ هذي الأيام والله قال لي كمارة بوعيتة قال لي أني أنا لو قاعد في الوزارة ولقيت مظاهرة أمشي فيها بالمناسبة وده ممكن يحصل يعني والراجل يعني ما قالش حاجة غلط فرفضت أنا ذا رفضت طيب مع دكتور حازم ببلاوي مع دكتور حازم الببلاوي الآتي استمر نفس الرفض ونفس المبدأ في ليلتها أنا كنت في اجتمع نقابي مع زملائي وإخواتي وقلت لهم أنا أرفض أصلا النقابي أتولى موقع حكومي بالمناسبة المسألة دي من خبراتنا السابقة مع من تولوا ده يعني مش طيبة وتفسد الاثنين تفسد العمل الحكومي والعمل النقابي ومراتي في نفس التوقيت واعتبر ده بلغ ضد مراتي كانت في اجتمع سياسي وقالت لهم كمال أبو عيطة لأ ما ينفعش يبقى وزير سيبوه في اللي بيعمل أنا أنا بقول يعني قادي التصريحي أهو الشخصي وتصريح مراتي غير كده بتحدى إذا كان حد من طيار السياسي راح قالوا النبي يخدوا كمال أبو عيطة شغالوا عبدكم وزير طيب بس قبلت بقولك بتحدى أهوت إن أنا طول عمري من ساعة ما كنتم موظف صغير بقبط خلسة وثلاثين جنيه إني ساعات أطلب وظيفة بعينها أنا وأسألي زمايلي مشانا اللي أقول أنا ممكن أطلب للآخرين وظائق أنا لا أقول إنك تطلب طلب منك ولماذا قبلت في المرة التانية أسألي الدكتور حازم الببلاوي العالم الكبير موجود على قيد الحياة اتصلوا به كويس رفضت وطرحت بدائل عني وفي المرة الأولى طرحت بدائل وفردت بدائل عليهم في المرة الأولى اللي فاتت فردت بديل مش فردته آسف يعني أه تبنيته ومترست وراء في المرة التانية طرحت البديل قال لي ما لكش دعوة ما مسك وزارة تانية طب بديل تاني بديل تالت نص قال لي قال لي عبارة قال لي أنتو تعودوا تقولوا شعرات وقتا ما ييجي عليكم المسؤولية أنكم تنفزوها تهربوا أقسم بالله العظيم حسسني أن أنا مثلا قامت حربة مع العدوه السهوني مثلا وأنا هربت من الحق سكنت البيت أقسم بالله يا جماعة وانا بصوا واللي يعرفني هيعرف هذا الكلام تب أستاذ كمال عادت من الوزارة عجبك الكرسي يعني كان مريح الكرسي أنا لم أسعى لهذا الموضوع مفهوم لم تسعى بالمناسبة أيضا عرفتها يعني اليوم إذا بدك هذه التجربة بص معين استني أستاذة ارتحت في هذه الكرسي وكلهم حرصيني منك قبل ما أعد معاك لبص فقلت له أنا هقول لي سيادتك برنامج وات أي حد يعمله برنامج كما أرى مفيدا لهذا الوطن ومفيدا لقواها العاملة وقلت له خمس نقاط واحد حد أدنى للأجور وزي ما كنت بقوله المظاهرات حد أدنى للأجور لللي سكنين في القبور وحد أقصى للأجور لللي سكنين في الأصور وحد أدنى للمعاش لللي مات واللي عاش دي أفكاري دي مبادئ وقدمتها له خمس مبادئ وقانون للعمل النقابي قانون نقابي يضمن الاستخلال النقابي والحرية النقابية ما تبقاش نقاباتنا تابعة للأجهزة والدولة وده المصلحة البلد والوطن لللي مش فاهمين واللي مش عارفين المهم الراجل مشكورا كل بنده كنت أقوله له وقال لي أنا معاك فيه الحد الأدنى لأجور قال لي في صفحة سبعة أنا فاكر رقم الصفحة في صفحة سبعة وتسعين من كتاب كذا اللي هو عامله وراجل عالم ومحترم في صفحة سبعة وتسعين أنا كاتب أن البلد اللي ما فيهش حد أدنى لأجور بلد فيها رقة وعبودية ده كلام الدكتور وعايش حين يرزق واسألوه بتاع قلتوا بس دي حضرتك ييجي حد ويعملها وانا هزوء معها بالناس بقوة جماهير اللي أنا علاقتي بيها أقوى من علاقتي بأي حد بالبدأ أساعد معاكم قال لي أنت اللي هتعمل ده قعدت أعمل استشارات وأكلم وأعمل وبعدين أمر الله نفذ وعملته ودخلت شو بس عطيني نقطة واحدة ماذا برأيك أنت أضفت في هذه الوزارة الحد الأدنى للأجور للسكريد في القبور بس كيف عرفت أنه استقالت الحكومة يقال أنك عرفت من وسائل الإعلام صحية لا مش وسائل الإعلام كيف عرفت دعانا الدكتور الببلاوي أنا مش أقول أسرار بس دعانا الدكتور الببلاوي الاجتماع ما كانش في غير الأيام العادية مجلس وزارة مجلس وزارة وقال لنا يا جمعة في خبرين خبر وده الرجل ده بالمناسبة على الرغم أنه يعني فكريا أو لبرالي وأنا اشتراكي ونصري إنما كان رجلما يعني محبوبا وزوفه كها جميلة جدا جدا تخلي بدليل أن نضحك علي ودخلني الوزارة فقال لنا يا جماعة في خبرين خبر حلو وخبر وحش في خبر وحش إن ما فيش النهاردة بريك بريك ده كما يسمونه في الفرنجة في بلاد الفرنجة اللقمة يعني كنا بنا كلهم أثناء الاجتماعات اللي كان بتمتد من الصبح لغاية كنا شغلين شغل فاحت ورد أنتم في الدايت مفيش بريك النهاردة الخبر المفرح إن الوزارة استقلت أنا عملت كده وأعتقد وناس بالإحراج والناس بقى ما تبقى في مقتمر أو حاجة أو في سينما أو أو في مش عارفة وعايزة الناس كلها تسقف ابدأي سقفة الناس هتسقف يعني دي أنا سقفته والمجلس والوزارة سقفة كويس وأول وقال لي كلمة تندم وقمنا هي الحمد والله إن ربنا يعني خلصني من هذا الهم أروح نام واحد قال لي لا تنمي استنى ما الحكومة الجديدة تحليف اليمين وتمسك تاني ده أنا كنت عايزة أمشي لوحدي أمشي في الشارع أجري يعني يعني أعمل لان أعيش حياتي الطبيعية بعيدا عن هذا الهم أنا بدي يعني أنك تشاهد تقرير عن كل هالشباب اللي كانوا بثورة 25 يناير شو ما صيرهم؟ أين أصبح؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة ربنا يفك أسرهم جميعا بعد هذا التقرير بدي أسألك عن يعني ناس كانت مش عارفة وينك بعد البزارة بعض الإعلام يمكن ما عاد يعرف أين أنت إلى أن ظهرت في الولايات المتحدة تهتف للرئيس لا عبد الفتاح السيسي لا لا أستاذ أنا نقلت اهتفات مدان التحرير لمدان الأمم المتحدة واحد عرض علي المشاركة أنا رفضت المشاركة أين المشاركة أن أنا روح أثناء وجود سيادة الرئيس في الأمم المتحدة أنا رفضت بس قاعد بسمع كانت ساعتها في إعلام لقيت ناس من أصدقائي أنا إعلاميين زي حضرتك بيتضربوا في الشوارع هناك واحد بتقاله يا ابني كذا كذا إيه اللي جابك هنا وكأنه يعني يعني بلد أهله وحصلت عديات وضرب على الأعلاميين زملائك أنا عرفه وأعرف يعني إيه يميته بعد ما كنت رفضت أنا وفقت رحت بس عملت اتصالات قبل ما روح ببعض من كنت أتعامل معهم كويس هناك أتعامل معهم يعني مين عشان محدش برضو المصريين في الخارج بص يا ستة الكل إحنا قبل كده في أيام حصلت في آخر السادات وأيام مبارك كان فيه لوبة ما في الولايات المتحدة الأمريكية بيستقبل الرئيس هناك بالبيض والطماطي أو كان فيه لوبة معين مش أقول عشان معروفة طبعا فكان يخش الرئيس المصري يمضي يمضي شعبه أو جزء من شعبه هانوا برا فيخش قدام الرئيس الأمريكا منزوعا منه حصانة شعبية قوة الشعب اللي فضاء لما لقيت الشباب وإعلاميين بالذات وممكن أقول أسماء والسلام معروفة ومنشور بيتهانوا أنا رحت أعمل وقفت وقلت عيش حرية عدلة اجتماعية إذن ذهبت إلى هناك وهتفت للحيش والحرية والعدلة ولم تحتف للرئيس أبدا خالص ولم أذهب للقاء وأعتقد هذا ممكن زعالته ولكن أنا فعلا والله العظيم قدام ربنا لم تذهب للقاء فيما بعد ولم أذهب للقاء ولم أذهب للقاء فيما بعد خالص أصلا يعني هو هو أصلا كمان مستغني عن كل اللقاءات اللي في الدنيا مش أنا بس وأي حدث أنت وضعت في السجن أيضا سنت 81 من الرئيس أنوار السادات مرتين في أيام الرئيس السادات وتسعتاشر مرة في أيام الرئيس حسن مبارك ودول يبقى 21 الله يعلم 21 مرة في السجن آه بدي مشهد من السجن أنت تذكروا هل هو اللي كان أقصى في أيام الرئيس أنوار السادات أم أيام الرئيس حسن مبارك يعني طيب إذا كنت تريد أن تروي رواية واحدة من السجن طيب سنة 81 كنا في السجن طبعا مصر كلها عارفة مين اللي كانوا في الحبسة دي شخصيات كبيرة البلد كلها كل الاتجاهات خدوا ممثلي كل الاتجاهات لم يستثنوا أحدا ولا حتى فكان معانا الدكتور عبد العظيم أبو العطة عليه رحمة الله وكان مريض بمرض معين يقتضي علاجا معينا ودواءا معينا جاء صلاة الجمعة بنتوضى واحد من زملاء أنا كان دايما يسأل إعلامي بالمناسبة برضو مش هيقول الاسم بخليه بيسألوا إمتى هنخرج تطور عبعزين بيسألوا لأنه هو الأقرب للحكومة إمتى هنخرج قالوا قادر نخرج النهاردة طلعنا فوق كان معايا حطة فلسطينية خطيتها فرشتها على الأرض أما طلع لحقني صلى جنبي على البتاع قام دخل الزنزانة سمعنا بيقول لحقني يا كمال ما قصبنيش أنا كان يقصدني المرحوم الدكتور كمال إبراشي دخلوا كمال إبراشي ودخلوا المرحوم الدكتور علي نواجي عشان يسعفوه جبنا استوانة الغاز بتاع الأقسوجين بتاع الدكتور محمد عبد سلام الزياد عليه رحمة الله أيضا لقناها فاضية مات في العمل النقابة اللي هو الحقيقة كونك كونك وأنت يعني كمان ساعدت فيه أن يكون فيه نقابة مستقلة لهالقواء العاملة هنا هناك مش هدمة مع العمال وإحنا دخلين على كانت وقفة قدام مجلس الوزراء أحد زملائي من محافظة ناية بيقول لي يا أستاذ كمال خليها بعد أنا نفسي أنضف بما يعني أنه بيضطر يعمل حاجات غلط عشان يعيش في الزمة ده ما يخليش الواحد يموت عشانه عشانه ينضف وبلدنا تنضف كمال أبو عيدة شكراً لوجودك معنا الوزير العضو في مجلس الشعب مؤذن الثورة ولكن الأهم النقابي شكراً للمشاهدين لوفاء وإلى لقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة